نعت مصر بمزيد من الحزن والأسى رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقهم الذين وفتهم ألمانية إسرى حادث أليم وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة إلى شعب الإيراني الشقيق دعينا الله عز وجل أن يتغمد رئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان كما أعرب رئيس السيسي عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل